اشتركوا في القناة وكافة اشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية العربية التي تهدف لهدم استقرارها والعبث بمقدرتها بالتوازي مع توظيف المنصات الاعلامية التابعة لها والتحريض على استخدام العنف وحمل السلاح خصوصا في سوريا وليبيا والعراق بجانب استضافة العناصر التابعة للجماعات الارهابية مثل تنظيم الاخوان وتوفير الملاذ الامن لها والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا واستنكرت اللجنة الانتهاكات المستمرة والتعدي السافر من الجانب التركي على سيادة بعض الدول العربية سواء كان ذلك من خلال التدخل المباشر او من خلال دعم الجماعات والتنظيمات الارهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الارهابيين الاجانب ما يستدعي تحركا عربيا ودوليا لمواجهة ذلك النهج التركي الخبيث والتصدي له على كفة الاصعيدة باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وتهديدا للامن القومي العربي